تشهد العلاقات المصرية الأرمينية ازدهارا كبيرا من خلال زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين وعلى الصعيد السياسي تتوافق القاهرة ويرضان في مواقفهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وذلك بالتوازي مع تواجد جالية أرمينية كبيرة في مصر تتسم العلاقات المصرية الأرمينية بخصوصية تاريخية وتعاون وثيق وبناء لا سيام في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في مصر الزيارات المتبادلة بين البلدين خاصة زيارة رئيس السيسي في مارس من العام الماضي إلى العاصمة يوريفان وهي الأولى من نوعها لرئيس مصرية منذ استقلال أرمينيا عززت من العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخلال جلسة مباحثات بين رئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أكد باشينيان اهتمامه بتطوير العلاقات مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتين شرق الأوسط وأفريقيا فضلا عن سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة في التعامل مع التحديات المعقدة في محيطها الإقلمية المضطرب كما أشاد بالعلاقات التاريخية والخاصة التي طالما ربطت بين البلدين صديقين وبالزخم الذي شهدت تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين هو تقدير أرمينيا لموقف مصر المحيد من زعن جرن كرباخ وكذلك استضافة مصر للأرمن الفارين من المذابح التي تمض ضدهم ودمجهم في المجتمع المصري وخلال السنوات الماضية شهدت علاقات البلدين ازدهارا كبيرا ولعل أهم ما يميز تلك العلاقات هو الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومن والد والذي يؤدي دورا مهما جدا في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فأرمينيا تشعر بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات سواء في شكل دورات تدريبية في مختلف المجالات أو في شكل مساعدات مالية وفنية